من فينا ما يعرفش فرقة رضا للفنون الشعبية والتبلوهات الرائعة اللي كنا دايما منتباعها على مدار سنين وكانت مشهورة في الأفلام اللي قدمتها الفرقة وفي استعرضاتها المختلفة الحقيقة فرقة رضا للفنون الشعبية استعاد الذكريات تقلقها وده من خلال مشاركتها في مهرجان العالمين الجديدة بحفل على المسرح الروماني في المدينة واللي جمع جمهور المهرجان على أغاني فرقة رضا والموسيقى الخاصة بيها وكمان رأساتها الشعبية الأيقونية الفرقة قدمت مجموعة من الرقاصات وهي تابعة للبيت الفني لفنون الشعبية في وزارة الثقافة المصرية رقاصات فلكلورية مصرية الرقاصات طبعا اللي مشهورة بيها وبتعكس ثراء التراث الفني وتنوعه الحفل أقيم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وضم عدد من الاستعراضات اللي بتعبر عن تراث محافظات مصر المختلفة والبيئات المتنوعة وكان أبرزها رقاصات الحجالة والإسكندراني والنوبي وحلاوة شمسنا ولقصر بلدنا وغيرها من التدوهات المتنوعة هنتعرف أكتر على مشاركتهم في مهرجان العالمين الجديدة من خلال مدخلة مع دكتورة إيناس عبدالعزيز مديرة فرقة رضا للفنون الاستعراضية أهلا وسهلا بحبتك أهلا أهلا بكي وعايزين نكلم عن مشاركة فرقة رضا للفنون الاستعراضية في مهرجان العالمين الجديدة في نسخيته التانية هل دي أول مشاركة للفرقة ولا شاركته السنة اللي فاتت؟ لا الحقيقة احنا طبعا أول مرة نشترك في النسخة التانية السنة لأن السنة اللي فاتت الحقيقة فرقة رضا مشتركتش بس طبعا إحنا كنا منتظرين نشترك طول الوقت فأول ما اتصلوا بينا في الوزراء وقالوا لنا كنا طبعا سعداء جدا يعني احنا كنا عايزين نشوف أساسا في ناس من عندي ما شافوش العالمين ففي ناس طبعا اتفاجوا بالمستوى المدينة فيه وأن هي ازاي وجهة سياحية مشرفة كده فإحنا سعداء جدا أن احنا شكناها أولا وكمان نشترك فيها أن احنا نشتغل على المصرح الروماني الجديد ده حاجة جميلة جدا فكانت مشاركة جميلة جدا طبعا احنا مشتركين مع فنانين كبار وده شيء رائع يعني أجواء الحفلة كانت عاملة ازاي وتفعل الجمهور مع الفرقة ومع الرأسات المختلفة اللي قدمتها الحقيقة طبعا الجمهور كان جميل جدا من جميع الفئات اللي أنا لاحظت أن هم يعني الأطفال والشباب والكبار جميع الفئات موجودة وكان طبعا فيه وزراء موجودين في الحفلة وكان فيه وفدة أجنبي من الحضور يعني ساعة ما اشتركت في فرقة رضا يعني ده كان يوم الخميس اللي فات فكنا سعاداء يعني الجمهور كان سعيد فاحنا سعاداء كنا كمان ملابس جديدة ما نزلتش قبل كده احنا نزلناها المرة دي مخصوط عشان العالمين الجديدة يعني ملابس جديدة والعالمين الجديدة فاحنا كنا سعاداء جدا بالمشاركة والجمهور كان فوق الواسط كم عرض قدمتوه على المسرح؟ احنا قدمنا حوالي تقريبا 11 رقصة كان عرض كبير يعني حوالي ساعة وربع تقريبا وقدمنا أشهر رقصات بس يعني شلنا رقصتين ثلاثة كده من المشهورين عشان لما نروح المرة الجاية إن شاء الله لان غالبا احنا هنروح تاني هل كانت كلها الرقصات المعروفة ولا في حاجة جديدة ضفتوها كانت مختلفة عن الموسيقى للناس عارفاها والاستعرضات اللي عارفاها الخاصة بفرقة الله لا هو طبعا الرقصات المعروفة قوي وفيه كان رقصات احنا لسه مطلعينها على المسرح قريب برضو عملنا منها جل طبعا لقصر بلدنا المعروفة جدا سماح النوبة اللي هي اللي بتطلع في الفيلم حلوة الشمسينة شلناها عندنا النوبة عندنا الأغاني دي كان جديدة خلص باللبس الجديد العتبة جزاز إلام إلام دي ما طلعتش على المسرح بقالها سنوات كتيرة قوي احنا عملناها المراضي يعني علشان مخصوص والله عشان جمهور العالمين الاستنادي يعني هل الحفلة في العالمين مختلفة عن أي حفلات تانية بتشاركوا فيها؟ الأجواء كانت مختلفة يمكن كمان علشان المنطقة نفسها والجو اللي فيها وفخمة المكان والجمهور اللي كان موجود هناك هل مختلف عن المسارح والعروض المختلفة اللي شاركتوا فيها قبل كده؟ طبعا المساحة المسرح هي حاجة جميلة جدا لأن احنا طبعا لما بنخرج من البلون احنا مكاننا الرئيسي هو البلون ومكاننا الرئيسي الثاني هو مسرح محمد عبدالرهابس السكندرية فالمسرحين مسرحين كبار بس احنا عادة لما بنروح أي مسارح تانية ما بتبقاش بالمساحة دي إلا إذا كان مثلا على مسرح الأوبرا الكبير أو كده فاحنا فجينا طبعا بمساحة المسرح كبيرة وجميلة جدا ويعني توتيح إن الواحد يعمل فيها شغل حلو ومساحة تسمح بعدد كبير فده اللي احنا انبسطنا منه طبعا كمسرح المسرح الروماني على تقنيات عالية جدا صوت إضاءة كل حاجة الحقيقة كانت مبهرة وجميلة دكتور إيناس الفرقة شاركت بكم رقص ورقصة في مهرجان العالمين الجديدة هل شاركته بكامل عدد الفريق ولا كان فيه اختيارات معينة لا هو ما كانش كامل العدد يعني ثلاث سربعة تقريبا يعني كان المسرح طبعا يعني احنا رعينا مساحة المسرح كبيرة بس احنا كان معانا 11 رقصة بس يعني مش برنامج كامل كامل احنا ممكن نقدم اكتر من ساعتين يعني لو برنامج كامل فكان عدد الفرقة مش وليل برضو يعني حوالي 30 واحد تقريبا طبعا كانت عروض متميزة وكان لها اصداء اكيد في مدينة العالمين الجديدة وممكن احنا استأكلمك يا دكتور نازلنا مجموعة من الصور لأبرز الحاجات اللي عرضتوها على المسرح في العالمين وفي المهرجان انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إيناس عبدالعزيز مديرة فرقة رضا للفنون الاستعراضية شكرا على وجودك معانا